السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو اليوم الذي سنتحدث فيه عن كيف تحافظ على صحة جسمك مع تقدم السن تقدم السن شيء طبيعي ولكنه يتطلب من أبذل المزيد من الجهد للحفاظ على صحة الجسم يعاني الكثيرون من مشاكل صحية بسبب العادات الغذائية السيئة والنمط الحياتي الغير صحي ولذلك سنتحدث في هذا الفيديو عن كيفية الحفاظ على صحة الجسم مع تقدم السن الفقرة الأولى سنتحدث في هذا الفيديو عن أهمية الحفاظ على صحة الجسم مع تقدم السن سنتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الصحة مع التقدم في العمر وكيفية تغلب عليها الفقرة الثانية الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الصحة تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الصحة مع التقدم في العمر ومنها التغذية الغير صحية تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والملح يؤدي إلى تسبب أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم الحياة الغير نشطة عدم ممارسة الرياضة والحركة اليومية يؤدي إلى زيادة الوزن وضعف العضلات والعظام الإجهاد والتوتر يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتزول الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة في الوزن العوامل الجينية تلعب العوامل الوراثية دورا في تدهور الصحة مع التقدم في العمر حيث يزيد خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب الفقرة الثالثة كيفية الحفاظ على صحة الجسم مع التقدم في العمر يجب إتباع النصائح التالية التغذية الصحية يجب تناول الأطعم الصحية والمتوازنة وتجنب الأطعم الغنية بالسعرات الحرارية العالية والدهون المشبعة ممارسة الرياضة بانتظام ويمكن البدء بالتمارين الخفيفة مثل المشي والسباحة واليوغا وزيادة النشاط اليومي مثل استخدام الدرج بدلا من المصعد والتنزه في الهواء الطلب التقليل من الإجهاد والتوتر يمكن تقليل الإجهاد والتوتر بالتدريب على التنفس العميق والاسترخاء وممارسة تمارين الهادئة مثل اليوغا الاهتمام بالنوم يجب الحصول على قسط كافي من النوم العميق والمريح والتخلص من العادات الضارة مثل تناول الكافيين والنظر إلى الشاشات قبل النوم الفحوصات الطبية الدورية يجب إجراء الفحوصات الطبية الدورية للتأكد من سلامة الجسم والكشف عن أي مشكلات صحية مبكرا الفقرة الرابعة نصائح إضافية للحفاظ على صحة الجسم تجنب التدخين والكحول يجب تجنب التدخين والكحول لأنها تؤثر سلبا على الصحة الحفاظ على الوزن المناسب يجب الحفاظ على الوزن المناسب وتجنب السمنة لأنها تؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية تناول الأطعمة الطبيعية يجب تناول الأطعمة الطبيعية والعضوية وتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة العناية بالبشر والشعر يجب العناية بالبشر والشعر لأنها تعكس صحة الجسم ويجب استخدام المنتجات الطبيعية والخالية من المواد الضارة الاستمتاع بالحياة يجب الاستمتاع بالحياة وتقليل التوتر والضغوطات اليومية والاستمتاع بالأمشطة التي تحبها وتسعدك الفقرة الخامسة للحفاظ على صحة الجسم مع تقدم السن يجب اتباع نظام حياة صحية ومتوازنة وممارسة الرياضة وتجنب الإجهاد والتوتر وإجراء الفحوصات الطبية الدورية نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم وشكرا لمشاهدتكم